لم يكن ينقص الاقتصاد السعودي سوى أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط حتى يسجل أسوأ بيانات مالية مع بداية العام الحالي تراجع أسعار النفط وهبوط الإيرادات غير النفطية دفع إلى توقعات بنكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.3% بحسب صندوق النقد الدولي توقعات سلبية دفعت الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات قاسية وطرح خطة تقشف تطال المواطنين والمقيمين على حد سواء وبعد الإغلاق الشامل بسبب وباء كورونا العالمي وتأثيره على الاقتصاد السعودي قررت الرياض قبول فكرة إعادة الفتح بشكل جزئي مع توقعات بتحسن في عجلة الاقتصاد الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة